أعلنت مطاعم وكفتريات مدرية الشحر عن توقيف الطلبات المحلية والاكتفاء بالبيع السفري للبواطنين تنفيذ لتوجيهات اللجنة العليا لمكافحة الأوبيات بحضر موت تفاصيل أكثر نتابعها خيم شبح فيروس كورونا على مفاصل الحياة لجميع أنحاء العالم وهكذا كان حال معظم مطاعم مدينة الشحر عقب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا توقف الطلب المحلي وفتحت شبابيك السفري في خطوة للحد من مخاطر انتشار الفيروس خسائر كبيرة تكبدها مالكي المطاعم جراء الإجراءات الأخيرة حيث تخلت بعض المطاعم عن فئة كبيرة من العاملين لديها وهو ما يدفع بمؤشر كبير من قطاع معيشة حياة فئة كبيرة من المواطنين خسائر مالية ذكرها مالكي تلك المطاعم دون إيجاد أي حلول بديلة من السلطة المحلية تقل مالك والعامل من تبعات الإجراءات الوقائية أو التخفيف عنهم لا شك نحن أصحاب المطاعم والمحلات التجارية بشكل عام أننا خسرنا بعض الأمور يعني خسرنا فقدنا كثير من العمال وخسرنا كثير من الأمور التي تتعلق بالأمور السفري وهذه خسائر لا شك يبدلها المواطن على الناحية الأخرى دوريات الأجهزة الأمنية تجوب شوارع مدينة الشحر بمكبرات الصوت لمنع التجمعات في الشوارع والمقاهي التي رفعت أسعار بعض المشروبات جرى تقيودهم بالبيع لمرتادي هذه المقاهي بالسفري فنحن في لينة حماية المستالك هي تتابع هذه الإجراءات أول بول ونأتخذ الإجراءات المناسبة في وقتها بتوجيهات الإجراءات الأمنية بضبط كل من يخالف هذه الإجراءات حسب توجيهات محافظ محافظ حضرموت ومدير عام جلس الشحر ومدير أمن تم نزول إلى المطاعم والمقاهي لبيع سفري وعدم التجمعات ونزول السيارات الأمن بكبرات الصوت بعدم التجمع في الموقع العام تتواصل تداعيات كورونا العابر للقارات في مدينة الشحر لترتفع معها أسعار المواد الاستهلاكية معانات كبيرة حلت على هذه الفئة في ظل هذه الأزمة التي اجتاحت العالم رغم المناشدات للسلطة المحلية بالمحافظة والمديرية لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة المتفاقمة يوما بعد يوم اشتركوا في القناة